المترجم للقناة أو من أجل أداء الواجبات في المختبرات العملية لذلك معرفة الآلية الصحيحة لكتابة التقرير تعتبر جزء مهم للطالب الجامعي بالنسبة للمكونات هذا الفيديو التوضيحي بدايةً نتناول أنه مقدمة حول كتابة التقرير ومن ثم إلى خطوات كتابة التقرير وبعد ذلك نتحدث حول أنواع التقارير المختلفة وبعد ذلك نتحدث حول هيكلية عامة للتقرير وأخيراً نختم هذا الفيديو ببعض النصاح لكتابة التقرير وأيضاً نعطي إكزامبل على التقرير معين بدايةً نوع ما هو الريبورت الريبورت is a document that summarizes the results of your data analysis and presents them in an easy-to-read format فالتقرير ما هو إلا وثيقة تلخص مجموعة من البيانات والمعلومات وتلخصها بشكل بسيط سهل للقراءة فأن طريق كتابة هذه المعلومات بشكل بسيط وسهل القراءة تستطيع إفادة الآخرين وأيضاً أنه تستطيع إفادة نفسك برجوع عليها في وقت لاحق بداية هناك عدة أنواع من التقارير النوع الأول هو الأكاديميك ريبورت اللي هو test the students comprehension of the subject matter في هذا النوع من أنواع التقارير أنه الأستاذ يبحث عن فهم الطالب لموضوع معين ويطلب من عنده أنه كتابة تقرير حول موضوع معين من أجل تقييم هذا الطالب في هذا الموضوع لذلك هذا يسمى بالأكاديميك ريبورت وغالباً ما يتم استخدامه في الدراسة الأكاديمية النوع الثاني هو ما يسمى بالبزنس ريبورت فالبزنس ريبورت identifies information useful in business strategy such as marketing reports فغالباً هذا النوع من التقارير تطلب في الشركات مثلاً تقارير تسويق لسنة مالية معينة والنوع الأخير اللي هو اللي نسمي إحنا scientific report share research findings such as research papers and case studies typically in science journals هذا النوع من التقارير اللي هي التقارير العلمية غالباً أنه تجرى عن طريق الباحثين اللي يبحث حول موضوع معين ويستنتج بعض النتائج الجديدة ويحاول ينشرها في مجلات علمية لذلك يسمى هذا النوع بالscientific report فإحنا حالياً رح نركز على الأكاديميك report باعتبار اللي تخص الطالب الجامعي بالنسبة إلى خطوات كتابة التقارير أنه تبدأ بالtopic identification ومن ثم sources وبعدها data processing ومن ثم knowledge وأخيراً writing report بالنسبة إلى topic identification يعتمد أنه الموضوع تحديد الموضوع غالباً بالأكاديميك report يكون تحديد الموضوع يقع عاتقاً على التدريس والطالب أنه ما مخير باختيار الموضوع لذلك أنه topic identification ليس من مسؤولية الطالب في أغلب الأحيان بالنسبة إلى sources أنه نحتاج إلى مجموعة من مصادر لكي نبحث عن معلومات حول هذا الموضوع فهناك عدة مصادر مثلاً الكتب مثلاً كتب منهجية أو كتب خارجية وأيضاً search engines محركات البحث والresearch papers اللي هي الأوراق العلمية البحثية فيستطيع الطالب أنه يستخدم هذه المصادر من أجل أخذ المعلومات المفيدة لكتابة التقرير طبعاً لا ننسى أنه عند أخذ معلومة معينة مثلاً fact معين حقيقة معينة مذكورة في كتاب معين يجب على الطالب أنه يذكر هذا الكتاب أنه كreference كمرجع أنه هذه المعلومة تم أخذها من هذا الكتاب الفلاني وإلا في حال أنه الطالب ما ذكر هذا المرجع أثناء كتابته تعتبر عملية سرقة فكرية باعتبار أنه كأنما الطالب نسب هذه المعلومة إلى نفسه بينما هي مأخوذة من كتاب أو رسيرتش بيبر أو لينك معين في الويبسايت بالنسبة للخطوة البعدة للديتا بروسسنج فالآن بعد ما الطالب استحصل مجموعة من المعلومات من مجموعة من المصادر فصال عندك كم من الملفات طبعاً تخزن في فولدر معين حتى لا يفقد الطالب ومثلما راح يستخلص من عندها المعلومات المفيدة فنفس ما مذكرنا رو ديتا اللي هي كأنما المعلومات الغير مفلترة فأنت العليا عنده أثور على كتاب معين يتناول الموضوع أنه تستخلص من عنده هذه المعلومات عن طريق الديتا بروسسنج فقط المعلومات المفيدة فبالتالي راح يصير عندك ما يسمى بالknowledge فالآن عندك كمية من مأرفة حول هذا الموضوع فتستطيع بعدها انتقال الخطوة اللاحقة اللي هي writing report فالريبوت بشكل عام الهيكل العام للربورت يتكون من التايتل بيج اللي يحوي عليه فجميع هذه المعلومات يجب أن تكون موجودة في التايتل بيج أو اللي نسميه مرات أنه front page اللي هو الغلاف التقرير أنه لازم الطالب يذكر اسمه والدراسة والشعبة والتسلسلة في الشعبة بالأضافة إلى ذكر اسم الجامعة والكلية والقسم وتاريخ كتابة التقرير ومن ثم ننتقل إلى المحتوى الintroduction بالintroduction explains the overall topic that you are about to discuss ففاعدة الintroduction أنه تقطي فكرة عامة حول الموضوع المراد كتابة التقرير حوله وبعد الintroduction الbody ففي الbody راح يكون أكيد المحتوى الأساسي للموضوع اللي راح يكون به طبعاً نرسم عامة كورينال headings اللي هو العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية والجزء الأخي من التقرير هو الاستنتاج or conclusion is where you bring together all the information in your report and come to definitive interpretation or judgment this is usually where the author inputs their own personal opinions or inferences ففي الconclusion أنه على الطالب أنه يطل ملخص للموضوع وشن الاسنتاجات اللي استحصلها عن طريق أنه جمع هذه المعلومات وعن طريق كتابة هذه التقرير فغالباً يكون هذا بهذا السكشن أنه يطي انطباع الخاص حول هذا الموضوع بعض النصائح المهمة لكتابة التقرير أنه choose a topic based on the assignment فلازم يكون أنه عنوان التقرير مشابه أو مطابق للعنوان اللي طلبه التدريسي وإلا واعتفقد نقاط هذه التقرير إذا ذهبت إلى موضوع مختلف عن الموضوع المحدد إليك من قبل التدريسي ومن ثم بعد تحديد الموضوع أنه تجري عملية البحث باستخدام المصادر اللي ذكرناها سابقاً ومن ثم أنه تجري outline outline يعني تخلي مخطط عام لكتابة التقارير أنه شون راح تبدي وشون راح تنهي طبعاً الأوتلاين يعتبر جزء مهم في كتابة التقارير واللي راح سهل عليك لاحقاً أنه شون تملي هذه العناوين الأساسية اللي أنت وضعتها في الأوتلاين فاهتم بالأوتلاين وخلي العناوين الأساسية ومن ثم تكون كتابتك اعتماداً على الأوتلاين اللي وضعته في هذه الخطوة وبعد الأوتلاين أنه write a rough draft أنه اكتب نسخة أولية فالنسخة الأولية غالباً يخطر إلى بال الطالب أنه تكون نسخة قصيرة ما تاخذ وقت بينما هي النسخة اللي راح تاخذ أكثر وقت من الطالب لأنه راح يكون أنه تجيب المعلومات المفيدة وتخليها من ضمن فقرات الأوتلاين فبالتالي راح تاخذ من عندك وقت ومن ثم بعد النسخة الأولية edit your report يسوي مراجعة وتعديل على الريبوت بملاحظة بعض العناوين الأساسية إذا كان أكو سكشن مفقود من التقرير تخلي headings subheadings إذا كان أنه ما مرقمة بشكل صحيح فتراعي هذه الأشياء بهذه الخطوة ومن ثم الخطوة الأخيرة proofread and check for mistakes بهذه الخطوة لا هنا راح تدخل لكل paragraph in details يعني بالdetails راح تدخل وتلاحظ إذا أكو أخطاء لغوية أو أخطاء بالتنقيط البانكتشويشن أو بترقيم الفقرات فهنا راح أنه لا عكس الخطوة السابقة أنه كانت تاخذ فقط edit على الصورة العامة للتقرير لا بالخطوة الأخيرة راح تدخل على كل paragraph وتتأكد من عنده أنه مكتوب بشكل صحيح خالي من الأخطاء اللغوية والأخطاء الأخرى طبعاً ملاحظة جداً مهمة أنه يجب على الطالب أخذها بنظر الاعتبار أثناء كتابة التقارير الأكاديمية أنه يجب لابتعاد عن ضمائر والأي والوي واليو في هذا الجزء راح ناخذ example على report معين حين نشوف هنا أنه title page تحتوي على الكلية والdepartment report title سدد name class سدد number والdate طبعاً هاي الأشياء الأساسية اللي غالباً واجهات التقارير يجب أن تحتوي هذه المعلومات table of contents أنه تراعي أنه بعد ما كتبت التقارير أنه يكون مرقم جميع الصفحات تحمل أرقام معينة لو تلاحظ بهذا السكشن أنه في table of contents استخدمنا التوقيم الروماني اللي هو I, double I, double I, double I, IV بينما في الصفحات الأخرى من التقارير استخدمنا التوقيم العادي اللي هو 1, 2, 3, 4 فلا تنسى أنه ترقم جميع صفحات التقرير بالتالي أنه تستطيع أنه إدراجها في ضمن صفحة table of contents لو تلاحظ هنا عدنا ما يسمى بالheadings اللي هي الفقرات الأساسية وأيضاً أدنا هنا مثلاً subheadings مثلاً هنا headings 4 فقر رقم أربعة 4.1 إنسمي subheadings وأيوجد فقرات ثانوية من subheadings اللي هي minor subheadings مثلاً 4.2.1 فجميع هذه الفقرات يجب أن تحتوي على أرقام بالنسبة إلى الصفحات بعدها يجي list of tables and figure فأيضاً table جميع الجداول والأشكال اللي وضعتها بالتقرير يجب أن شوي له في هذا الpage اللي هو list of table and figure وأيضاً يحتوي على أرقام الصفحات اللي موجودة بهذه tables والfigure وأيضاً كل table أكيد يحوي على العنوان وكل figure يحوي على العنوان اللي إحنا نسمي label فدعماً الليبل أو عنوان الجدول يوضع أعلى الجدول بينما الليبل للfigure يوضع أسفل الفقر أو الشكل بالنسبة للمين بادي نلاحظة هنا النص الأساسي للتقرير يتكون من introduction اللي وفقه اللي هو الheading 1.0 أو 1 تقدر تكتبه فقط ومن ثم subheadings من الheadings اللي هو 1.1 background مراجعة سريعة العيم الهدف من هذا التقرير والscope اللي هو شنو راح تتطرق إليه في كتابة هذا التقرير من مواضيع فجميع هذه الفقرات من فقرة background إلى scope تعتبر subheadings من فقرة الheadings اللي الintroduction فقط الconclusion أيضاً جداً مهمة أنه نفس ما ذكرنا أنه الكاتب يعبر عن رأي الشخصي في هذا الموضوع في هذا ونفس ما ما تكون هنا أنه remember no new information يجب أن لا تذكر أي معلومات جديدة أنت أصلاً ما ذكرته بالbody ما التقرير فقط تركز على استنتاجات لهذا الموضوع وأكيد آخر صفحة ستكون reference list المراجع اللي استخدمتها لكتابة التقرير نفس ما نشوف أنه تكتب مثلاً هنا هذا التقرير معتمد على جامعة معينة في الحصول على guide for students أنه هذا عندهم كتيب النسخة الخامسة في ذكر اسم الجامعة ومن ثم اسم الكتيب أي نسخة ورقمه رقم واحد فمثلاً جلب من هذا الكتيب أنه عدد الطلب المقبولين في سنة مثلاً 2020 فلازم مثلاً ذكرت أثناء الbody أنه عدد السنة المقبولين لسنة 2020 هو مثلاً 500 طالب فأكيد هاي لازم تذكر reference فبعد هاي الجملة تخليه رقم واحد فرقم واحد اللي ردي أفشنه رقم واحد يرجع إلى صفحة reference list وحيشوف أنه reference ما هو إلا كتيب لجامعة Queensland University كذلك إذا كان المرجع أنه عبارة عن website فأتخلي مثلاً اسم كاتب هذه المقالة على المتصفح إذا كان موجود طبعاً وتعريف كتابة هذه المقالة الموجودة على website ومن ثم عنوان هذه المقالة ومتى تم زيارة هذا الموقع مثلاً هنا viewed for January 2004 وأيضاً تخلي رابط ال Link لهذا الموقع والريفرنس الرابع ما هو إلا كتاب فهنا تخلي المؤلفين هذا الكتاب وعنوان هذا الكتاب communication skills handbook how to succeed in written and oral communication ومن ثم توضع أنه دار النشر اللي نشرت هذا الكتاب فهذا ملخص لكتابة التقارير فإذا الطالب اعتمد على هذه المنهجية لكتابة التقارير الأكاديمية راح يضمن الطالب أنه التقارير راح يظهر بشكل مقبول أكاديمياً ترجمة نانسي قنقر